التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي تصالات هاتفية من الرئيس التركية رجب طيب أردوان ومن أمير قطر الشيخ تميم من حمد الثاني والرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لتهنئته بإعادة انتخابه لولاية جديدة وصرح المتحدث باسم الرئاسة أن الاتصالات شهدت أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين تلك الدول وزيادة مجالات التعاون بما يحقق مصالح شعوب المنطقة بالإضافة إلى التباحث حول تطورات المشهد الإقلامي خاصة جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إلى التقي وزير الخارجية سامح شكري اليوم نظيره البريطانية ديفيد كاميرون لبحث التواصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومزيد من الهدن الإنسانية في غزة وأفادت الخارجية البريطانية أن وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد سيرافق كاميرون في ثاني زيارة له للمنطقة وذلك بغية إحراز التقدم في الجهود الرامية لضمان إطلاق صراح جميع المحتجزين وزيادة المساعدات لغزة يجري رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية محادثات في القاهرة حول تطورات التصايد الإسرائيلي على قطاع غزة وعدد من الملفات الأخرى وأوضحت حركة حماس أن المباحثات تهدف لوقف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وإمكانية إجراء صفقة شاملة للتبادل مع إسرائيل هذا وأفادت وكالة رويترز نقلا عن حركة الجهاد الإسلامي أن زعيمها سيزور مصر أيضا في الأيام المقبلة لبحث نهاية محتملة للحرب أرجئ مجددا تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في قطاع غزة للمرة الثالثة وقال رئيس مجلس الأمن خسيخة فيير أن المجلس اتفق على مواصلة المفاوضات لإتاحة وقت إضافية للدبلوماسية مناء على طلبنا من الولايات المتحدة وتدعو النسخة الأخيرة من مشروع القرار إلى تعليق عاجل للأعمال القتالية لسماح بوصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن دون عوائق والاتخاذ تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية مقتل ضابطين وجندية في معارك مع الفصائل الفلسطينية جنوب قطاع غزة يأتي هذا في الوقت الذي واصل فيه الاحتلال الإسرائيلي غاراته المكتفة على مناطق في جباليا شمال قطاع غزة وخان يونس بالجنوب مستهدفة العديد من المنازل مما أوقع عشرات الشهداء والمصابين وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة الاعتقالات والمدهمات لبلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرى وبلدات في محافظة جنين ونصبت عدة حواجز عسكرية ونفذت حمالات مدهمة وتفتيش وفي أيضا طول كارم أعلنت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عتيل مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر برفقة عشرات الآليات العسكرية وتهمت عددا من المنازل أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيشارك في عملية حارس الازدهار لتأمين السفن العابرة بالبحر الأحمر واعتبر مفاوض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل خلال الاجتماع الاستثنائي للممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي في بروكسل أن تصرفات الجماعة المسلحة باليمن تشكل تهديدا لحرية الملاحة في البحر الأحمر احتفل أهالي الأقصر وسياح بالعالم بالظاهرة الفلاكات السنوية الفريدة لتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس في معابد الكرنك للإعلان عن بدء فصل الشتاء وتعكس الظاهرة وعظمة قدماء المصريين ودرايتهم بعلوم الفلك وحركة الشمس بشكل دقيق وحركة الأجرام السماوية حيث يكون تعامد الشمس في الكرنك على أبعد درجة زاوية من مستوى خط الاستواء وتكون متعمدة على مدار الجد ويتم رصد ظاهرة في يومي الحادي والعشرين أو أثاني والعشرين من ديسمبر من كل عام ويكون فيه النهار هو أقصر نهار والليل هو أطول ليل وتكون الشمس في أدنى ارتفاع لها ظهرا على الأفق موسيقى